اشتركوا في القناة جميلة وشيقة بتفيد المشاهد و بتفيد كل إنسان عنده مشاكل في أسرته و في بيته و في حياته و عنده مشاكل في التجارة طبعاً النهاردة معنا حلقة هتكون جميلة إن شاء الله تبارك وتعالى و كل المشاهدين اللي بيتابعوني الوقتي كل واحد منهم يجيب ورقة و قلم و يتابع الخطوات اللي احنا هنعرضها على حضراتكم في الحلقة دي و طبعاً احنا جايين النهاردة إن شاء الله بفضلاً من الله و نعمة بحلقة جميلة هتفيد كل المشاهدين و هي الفرق بين المس و السحر و الحسد طبعاً كل إنسان بيوجد عنده المشاكل دي و بتكون موجودة عنده في كل بيت طبعاً النهاردة هنتكلم أول حاجة العلامات التي تدل على العين و الحسد أول حاجة تعريف الحسد ايه؟ تعريف الحسد هو تمني زوال النعمة من عند الغير و انتقالها إلي يعني بمعنى أصح إذا أعطى الله سبحانه وتعالى رجلاً مالاً وأعطاه الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا وأعطاه الله سبحانه وتعالى من نعائم الدنيا ترى الحسد دائماً يلازمه علامات بتدل على الحسد و العين أول حاجة انقلاب الأمور فجأة يعني أنا فجأة حياتي مشية و أمور كويسة انقلبت الحياة و سمى الله سبحانه وتعالى صورة الفلق من أجل أن الحسد يوقف كل الأمور و قال الله عز وجل و من شر حاسد إذا حسد و قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق العين و الحسد قال أدخلت العين أدخلت الرجل القبر و أدخلت الجمل القدر من شدة عظمة العين كل شيء بيتعطل و ربما يموت الإنسان من شدة عظمة العين تاني حاجة تظاهر الحالة الصحية بشكل سريع و مفاجئ أصار العين أول حاجة انقلاب الأمور فجأة بعد كده تظاهر الحالة الصحية يعني بمعنى صحة أنا كويس و حياتي كويسة فجأة حياتي كلها تبهدلت بدون داعي و بدون سبب تالت حاجة في حلقتنا ظهور أمراض عضوية مزمنة يعني بمعنى صحة من أعراض الحسد ظهور أمراض عضوية مزمنة حتى لا يرجى الشفاء منها يعني أنا بمجرد ما بروح ألف عند الدكاترة طبعا نحن لا نتكلم إلا بعد أهل التخصص يعني بمجرد ما بيجلنا حالة بنسأله سؤال واحد أنت ذهبت للطبيب يقول والله و قال لي أنا ما عدتش لقي معك حل يعني بمعنى صحة كل ما بياخد علاج مسكنات هو مش بيرتاح ولكن بفضلا من الله و نعمة حينما نتلو عليه آيات الركة الشرعية يجعل الله سبحانه وتعالى من كل ضيق فرج إن شاء الله تبارك وتعالى رابح حاجة حكة و احمرار و حبوب و كرح جلدية في الجسم يعني فجأة بتلاقي حبوب تظهر في الجسم و بتلاقي كرح بين الأرجل و قد تظهر و تختفي يعني بمعنى صحة الحاجات ده هي فجأة بتظهر و بعد كده بتختفي خمس حاجة ضعف و وهن شديد في الجسم يعني بعد ما كان الإنسان قوي و بيجيب كل حاجة و بيسعى على لقمة العيش فجأة الدنيا بتتطهر معاه و يكون عنده ضعف شديد في الجسد ما يقدرش حتى إن هو يشيل كوب الماء ده إن هو يسقي نفسه ساتة حاجة ثقل على الحاجبين يعني فجأة كده من أعراض الحسد و من أعراض العين ساتة حاجة ثقل في الحاجبين و في مؤخرة الرأس يعني فجأة هو مش قادر أصلا يفتع عينيه من شدة الحسد و وجع في مؤخرة الرأس و يقول لك والله أنا أخدت كل الحبوب و أخدت كل حاجة و ما فيش معايا أي نتيج بعد كده ثقل في الأكتاف و ضيق في الصد حتى لا يشتبه عليك أيها المشاهد أعراض المس و السحر و الحسد نذكرها لحضراتكم واحدة تلو الأخرى ساتة حاجة زي ما قلت لحضراتكم ثقل على الحاجبين و في مؤخرة الرأس سابع حاجة ثقل على الأكتاف و ضعف في الصد و ضيق في الصد بعد كده ثم حاجة قصرة التنهد يعني بنقول بالبلد بتاعنا كده بمجرد ما بيمشي خطوطين مش قادر يجيب النفس ده من إيه؟ من أعراض الحسد و من أعراض العين يا من تستهون بالعين و الحسد عليك أن تسمعوا هذا الكلام و تجيب ورقة و ألم في الوقت الحالي و تذكر كل الكلام ده علشان تعرض نفسك أولا على نفس يعني بتجيب ورقة و ألم و تكتب كل الأشياء اللي احنا بنذكر بعد كده تسح حاجة كلة الصبر و اليأس و الإحباط و عدم الثقة بالنفس و لا حول ولا كوة إلا بالله يعني كلة الصبر يعني بمجرد ما بيواجه الإنسان أي مشكلة ما بيكونش عنده صبر و واليأس و الإحباط كل ما يجي رايح لأي شغلانة يقول لك والله أنا محبط أنا حاسس إن الدنيا كلها مقفولة في وشك و ده طبعا من أعراض الحسد لأن الناس في الوقت الحالي كل إنسان بيشغل نفسه بالأخر أنت شغل نفسك ليه يقول لك والله أصل هو بيعمل أصل هو بيجيب أصل هو أولاده بيشتغله أصل هم عندهم مال أصل هم عندهم وظيفة أصل هم عندهم مال لا يحصى إلا الله إلا الله ولا يذكر اسم الله سبحانه وتعالى كل هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم بعد الفاصل إن شاء الله تبارك وتعالى رجعنا لحضراتكم تاني عزيزي المشاهدين و طبعا كنا بنتكلم في موضوع المس والسحر والحسد و طبعا إحنا بنتكلم عن أعراض الحسد والعين و طبعا معانا عاشر حاجة كسات في التجارة و عدم النجاح في العمل يعني من أعراض من أعراض الحسد كسات في التجارة و بمعنى أصح عدم النجاح إن هو وقف محلك سر يعني حياته كلها وقفة من أجل أن العين صابته بعد كده تتاوب عند كراءة الكرآن الكريم و تساكل عن أداء العباد يعني بمجرد ما بيجي يكرأ كلام ربنا عز وجل بيبدأ يتتاوب و مش قادر إن هو ياخد نفسه و كسل و يتكاسل عن أداء العباد بعد كده احمرار في العين و نزول دمع من غير سب يعني فجأة تلاقي عينين الراجل المحسود أو الراجل الذي أصابته العين و أصابه الحسد تجد في عينه دائما احمرار و نزول دمع من غير سبب حرارة في الجسد و خصوصا في الصباح الباقي يعني بمجرد ما بيصحى من النوم بيتلاقي دايما عنده حرارة جديدة عندما يستيقظه من النوم بعد كده تاني حاجة علامات تدل على الإصابة بالسحر كل المشاهدين اللي بيشاهدون الوقتي كل واحد يجيب ورق أو ألم و كل ست قاعدة يجيب ورق أو ألم أو لو ما بنعرفش إن احنا نكتب هنسمع علشان نعرف الأعراض التي تدلوا على الإصابة بالسحر أول حاجة ألم شديد في البطن و انتفاخ وعادة ما يكون بسبب السحر يعني فجأة بتلاقي البطن فيها انتفاخ شديد قوي ووجع في البطن بعد كده حركة غريبة في البطن يعني بيكون الإنسان قاعد كده فجأة يلاقي التعب بيتنقل من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين يعني الوجع مسابت لأن الإصابة بالسحر شديدة بعد كده غازات في البطن وعادة ما تخرج برائحة كريهة يعني دائما زي اللي بقولك إيه أنا عند القولون مش قادر أكل حاجة كل ما الإنسان بيصاب بالسحر أول حاجة ألم شديد في البطن بعد كده حركة غريبة في البطن تالت حاجة غازات في البطن وخروج رائحة كريهة في المعدة عن طريق الفم يعني كل ما بتقرب من الشخص دي بتلاقي الفم يخرج رائحة كريهة والعزو بالله بعد كده الرغبة في التكيق في أغلب الأوقات يعني بالبلد كده كل شوية عايز أنه هو يرجع بس مش قادر لأن السحر متملك فيه ولا حول ولا كوته إلا بالله بعد ذلك خمسة عدم الرغبة في الأكل في بعض الأحيان يعني كل ما تيجي تقول له كولي يا أستاذ أو كولي يا مدام أو كولي يا قبلة أو ما شبه ذلك يقول لك والله أنا مش قادر حتى أنا حاسس لو أنا أكلت في أكل الوقتي أنا مش هقدر أكل لإني حاسس دايما بانتفاخ في المعد بعد كده امساك شبه مزمن طبعا قد تختلف الأعراض الصحية عن الأعراض بسبب سحر والأعراض التي هي بسبب سحر تختلف دائما عن الأعراض الطبية لأن الأعراض الطبية بتكون سبتة وده تخصص الأطباء ليس لنا الخوض فيه أما الأعراض بسبب سحر دائما ما تكون واضحة حينما تتكلم مع الحال سبح حاجة سكول وخمول في كفة الجسم وشعور بالإجهاد والإعياء يعني كل ما يبقى قاعد يبقى عنده خمول وتعبان أوي وشعور بالإجهاد والتعب وهو ما بيعملش حاجة ولكن حينما يتملك السحر منه في هذه اللحظة اعلم علم اليقين أنه سيسبب هذه الأعراض التي ذكرتها لكم ثم حاجة سواد وشحوب في الوجه بمعنى أصح بمجرد ما بتشوف الإنسان المصحور بتلاقي وشه فيه تجعيد وبتلاقي تحت العين كده سواد وشحوب في الوجه بعد كده ضعف النظر والبصر أحيان معنا اتصال سلام عليك يا فن أميرة سلام عليك يا أستاذ أميرة عليكم السلام أهلاً والسلام وأنا دايماً خايفة جداً حتى والجنب والبيت كده أنت حضرتك من إيه يا فن خايفة جداً جداً إيه؟ بالليل تمام يا فن بكون خايفة أنت من النوع اللي قلبه ضعيف يا فندي آه تمام يا فن ولكن ما فيش عند حضرتك مثلاً ثقة بالنفس بتحس إن الناس بتتكلم عليكي الحاجات دي كلها آه تمام يا فن حاضر يا فن دي ما نجاوب حضرتك آه هنجاوب حضرتك إن شاء الله بس هنكمل الجزئيتين اللي احنا فيهم ده وقت ضيق في الصدر عشر حاجة من العلامات التي تدلوا على السحر عاشر حاجة ضيق في الصدر وخوف وقلق ونفور من أداء الطعوة العباد يعني طالما أنا موجود عندي سحر بيكون عندي آلأ وخوف وآلأ إن أنا حتى ما أديش فريضة الله سبحانه وتعالى بعد كده معنا اتصال أمو أحمد سلام عليكم يا أمو أحمد عليكم السلام أهلاً وسهلاً بك يا فن أنا عندي عراض والله من لك بتتكلم عليها دي على عراض الحسد إن اللي هو نوعي دي تنزل ده وضيق في الصدر والواحد دائماً حاجة بخنق وكش مفيش أي حاجة بأي حاجة يعني حضرتك أعدى في بيت عيلة ولا أعدى لوحدك يا فن لا أعدى لوحدة يعني طب زوجك بيبقى موجود ولا في شغل مسافر ولا ولا لا هو في الشغل يعني بيبقى طول نار في الشغل أيه أيه تمام إحنا يعني متسعيد وكده فإيه مش عارفة بقى الواحد دائماً حاجة بخنق وديه وعايز يبقى عن الناس يعني بقى أيه أيه هو حضرتك حضرتك يا فندم أولاً ما بتصليش أو مش محافظة على الصلاة أيه آآ تاني حاجة البيت عندكم طبعاً إيه عايز يتنظف وإن شاء الله ستعمل بركة والفائدة عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى شكراً إفاند بعد كده فشل الزواج حتى يصل إلى مرحلة الطلاق يعني العلامات بتاع السحر بتوصل لمرحلة الطلاق ولا حول ولا كوتا إلا بالله وحينما تبحث في البيوت تجد مشاكل لا يحصى إلا الله بتجد والعياذ بالله ارتفاع نسبة الطلاق لأن مصر بتتحدى الرقم الأول عالميا في ارتفاع نسبة الطلاق منها من ارتفاع نسبة الطلاق أعراض السحر يعني بيحصل مشكلة بدون أي أسباب قد تصلوا بالزوج والزوجة إلى مرحلة الطلاق ولا حول ولا كوتا إلا بالله بعد كده علامات تدل على الإصابة بالمس يعني إيه مس؟ هيجيني مثلا مشاهد ويقول لي يعني إيه مس؟ أنا باجي وليكن في مكان مظلم اتخضيت فيه أو بمعنى أصح جيت في الخلاء أعزكم الله أو الحمام والقهرباء أو المصباح أطع علي وأنا في الحمام فبطبيعة الستات ممكن أن هي بتخرج صوت أي يعني بالبلد كده بتصوت فبيلبسها أصلا لأن ده مسكن للجن حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكل العلماء أمرونا أن إحنا حتى لما ندخل الخلاء أي الحمام أعزكم الله نقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائس علامات تدل على الإصابة بالمس أول حاجة معانا ناصر سلام عليك يا أستاذ ناصر سلام عليكم عليكم السلام ممكن أشارك أو لا؟ فضل يا فند عددت أنا بقالي تسع سنين متدمر بالسحر تمام يا فند أنا وإخواته كلهم يعني بقالنا سنين والسحر ده أعرفناه وهو السحر ده هو وثلاثة من عياله وشغالين في السحر السفلي لا لا أحاوله لا أتطلب الله وتقابد عليه وقد ستة شهر وطلع وأحنا مندمرين أنا مندمر دلوقتي تمام وبالنسبة لحالات طلق في مصر أنا جيت في قناة قبل كده أكثر من خمسين في المية من حالات طلقات في مصر سبب السحر العنوسة ستين في المية الأمراض النفسية سبعين في المية أنا جالي شغل بسبب السحر وأمرك كتير حاجات كتير يعني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم أمين وأن يرفع البلاء والغمة عنك وعن أهل بيتي وإحنا عايشين في القرن الواحد وعشرين وفي مصر مفيش قانون للسحر على فكرة طبعا ده الناس المتخصصة هتناقشوا لإن إحنا ملناش مجال فيه ولكن إحنا برنامج بتاعنا مسؤول عن التوعية إن إحنا بنوعي الناس وبنقول والله العلامات بيبقى فيها كذا وفيها كذا وإن شاء الله سبحانه وتعالى سبحان الله إن شاء الله هنجاوب حضرتك وربنا يجعل الشفاة وإن شاء الله تتواصل معنا إن شاء الله وربنا يجعل الخير إن شاء الله علامات تدل على الإصابة بالمس رعشة في الجسد وفي بعض الأعضاء يعني حينما يصاب الإنسان من أماكن مهجورة ومن المقابر أعزكم الله ومن الأماكن التي كان يسكن فيها أناس وهجروها يعني البيت اللي كان فيه ناس وسكنوه وبعد كده سابوه وقفلوا البيت البكان ده بيكون أصلا فيه سكان من الجن فلابد إن المكان يطهر حتى يجلس فيه الناس أول حاجة علامات تدل على الإصابة بالمس رعشة في الجسد وفي بعض الأعضاء تاني حاجة حركات طبيعية حركات غير طبيعية في العضلات يعني الواجع بيتنقل لو كان الواجع هنا في الدراع من فوق بيتنقل لحد الكوع بعد كده بيتنقل في السد بعد كده بيتنقل في البط بعد كده بيتنقل في الرجلين حتى أنا لما بروح لدكتور وأنا عندي مس هو أصلا بيقول أنت مشكلتك إيه لأنه هو بيقولك من الناحية الطبية أنا مفيش عندي علامات بتدل أن أنت عندك عارض طبي ولكن هنا بيكون عارض بسبب مس بعد كده عدم التركيز وقصرة الشروط والنسياء يعني كل ما تكلم الإنسان الممسوس دي هيقولك أنت بتقول إيه أنا مش فاكل أنت حضرتك قلتلي إمتى أو فتحت معي الموضوع ده إمتى وينسى كل اللي أنت اتكلمت معاه من قبل بعد كده النفور من الصلاة وقراهية قراءة القرآن يعني بمجرد ما بيسمع صوت الأزان بيبقى عايز يقفل الأزن لأنه هو الحاجة الوحيدة اللي بتطفش الجن أو بتبعده عن المكان هو الأزان وما أدرك ما الأزان لأن الأزان فيه من الفاعلية ما يحصاها إلا الله وحينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر سيدنا بلال فيقول له أرحنا بها يا بلال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمع الأزان يستريح قلبه صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله خمس حاجة الأقدام على المعاصي يعني بمجرد ما بيكون عندك مس بفجأة بتلقي نفسك عايز تقرب من المعاصي وتقرب من الشهوات ولا حول ولا كوته إلا بالله العليه العظيم وعايز ترتكب معاصي لا يحصاها إلا الله بعد كده ساتت حاجة ضيق في الصدر والشعور بالحزن والكآبة وقصرة البكاء بدون سبب يعني حينما يكون عندك مس وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضان ومرضى المسلمين وقال الله عز وجل في صورة البقرة الذي يتخبطه الشيطان من المس يعني حينما تمس بمس من الشيطان أو بمس من الجن يكون عندك ضيق في الصدر والشعور بالحزن والكآبة وقصرة البكاء بدون سبب بعد كده الانطواء وحب العزلة في الأماكن المظلم يعني الإنسان اللي بيكون عنده مس مس شيطاني أو مس بسبب سح تلاقيه دايما عايز يقعد في مكان ظلم أو مكان مظلم مش عايز يتكلم مع الناس دايما عايز يكون في وحده وطبعا دي أحيانا بيدخل فيها الأمراض النفسية ولا حوله ولا كوته إلا بالله العليه العظيم تامن حاجة تنميل في الأطراف وفي بعض الأعصاب يعني فجأة بتلاقي تنميل في بعض الأطراف الصوابع بدون سبب تروح تكشف يقول لك والله إنت مفيش عندك عرض معانا الأستاذ علامية سلام عليك يا فند عليكم السلام هو أنا دايما بك على طول تمام يا فند وبأفل أنا نفس الباب في مكان يعني محدش بيروح تمام بشتغل عيط على طول تمام يا فند سامعان حضرتك بقول لي إيه عني طيب هو أنت حضرتك يا فند متزوجة ولا مش متزوجة لا مش متزوجة طبعا بمجرد ما بيجي لك عريس أو كده بيحصل فيه نفور يعني بمعنى صح ما بيتمش ما بيتمش الخطبة آه آه تمام تمام يا فند طيب أنت حضرتك في المنام بتشوفي حد بيهاجمك يا فند أشخاص بتهاجمك عن طريق الضرب أنا بشوف تعبين مو كده آه تمام يا فند معنا كنت أسأل حضرتك نفس السؤال طيب أنت بتشوفي التعبان أو اتنين واحد وحدان وطويل تمام يا فند حاضر يا فند ما أجاوب حضرتك طبعا أجاوب حضرتك في دقيقة بسيطة إن شاء الله تبارك وتعالى طبعا أنا بعتذر عن الناس اللي أنا ما ردتش عليهم الأسئلة آه الأستاذة عندها سحر بيسمى سحر وقف الحال اللي هو يسبب عدم التوفيق للزواج أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرض المسلمين وإن شاء الله تبارك وتعالى نعيدكم بالمزيد في كل حلقة من حلقات البرنامج وإن شاء الله تبارك وتعالى في كل حلقة هيكون معانا برنامج شيء بيفيد المجتمع وبيفيد الأسرة وإن شاء الله تبارك وتعالى إننا نحبكم في الله وطبعا بشكر كل القائمين على هذه القناة الجميلة وبشكر أخي الأستاذ تامر جزاه الله خيرا وكل عام وأنتم بخير فأترككم في رعاية الله وأمنه فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته